أنت عند الحوض الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا مثيل لا شبيه تعالى عن المثيل تعالى عن الشبيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له في أرضه التي تقلنا لا شريك له في سمائه التي تظلنا لا شريك له في أسمائه لا شريك له في صفاته لا شريك له في ألوهيته لا شريك له في ربوبيته فيعجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلي لهم وسلم وبارك عليه أما بعد فلازلنا في خضم السلسلة الطيبة المباركة والتي تحت عنوان خصائص النبي تارة أخرى أؤكد إن السلسلة تحت عنوان خصائص النبي صلوات ربي وسلامه عليه وقد دخلنا بإذن الله جل وعلا في الحلقة الرابعة عشر دخلنا في الحلقة الرابعة عشر وتحدثنا بإذن الله جل وعلا في الحلقة الماضية تحت عنوان كان صلى الله عليه وسلم أمنة لأصحابه أما باعتبار التكمل أو الإكمال فإني جعلت الحلقة هذه بإذن الله جل وعلا وإن شاء الله تحت عنوان أمان قضى وأمان باقي أمان قضى وأمان باقي أو أمان ذهب وأمان باقي أيها الأحبة في الله إلى الآباء إلى الأمهات إلى الإخوان إلى الأخوات إلى الأبناء إلى البنات أرجو التركيز جدا فإن الموضوع غاية من الأهمية يسأل سائل وما الأهمية في ذلك قلنا أننا نبين من خلال ما نذكر نبين منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ونبين قدر النبي صلى الله عليه وسلم ونبين ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء والمرسلين ولذلك هذا أمر عظيم لا بد للمسلم أن يقف عليه تحدثت بإذن الله جل وعلا عن الأمان الأولي الذي قضى أي توفاه الله جل وعلا وهو النبي صلوات الله وسلامه عليه وبينت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله الله أمانة لأصحابه جعله أمانة لأصحابه بخلاف الأمم السابقة فإنهم عذبوا في حياة أنبيائهم وضربنا أمثلة على ذلك بقوم نوح بعاد بثمود بأصحاب الأيكة بالفراعنة ولذلك فإن الأمر يتجلى هنا في أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أمن من عدة أمور أولا هو أمن من نزول العذاب وهو بين ظهرانيهم يتم تأجيل ثانيا هو أمن من وجود الفتن والحروب بين هؤلاء مرة ثانية هو أمن من وجود الفتن والحروب بين أصحابه بين أصحابه كذا بالنسبة لارتداده من ارتد من القبائل من الأعراب أو ما شابه ذلك كذا بالنسبة للحروب المشهورة مثلا على سبيل المثال انظروا إلى الفتن التي حدثت بعد موته صلى الله عليه وسلم ما حدث من رعاع مصر والبصرة بالنسبة لمقتل الخليفة عثمان رضي الله عنه وأرضاه أيضا بالنسبة لما جرى في خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه من موقعة الجمل أي من معركة الجمل ومن موقعة صفين ومن خروج الشيعة ومن خروج الخوارج وحينما أتحدث بلفظ من خروج الشيعة أقصد من رحمي هؤلاء كانوا بينهم إلا أنهم ضلوا وأضلوا لما غالوا في علي رضي الله عنه وأرضاه وتطاولوا على أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن الأصحاب وبيّنت الأمر جليا كجلاء الشمس في كبد السماء ولذلك قلت إن وجود النبي صلى الله عليه وسلم كان أمنة لأصحابه من كل هذه الأمور قال العزو ابن عبد السلام رحمه الله ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى جعله أمنة لأصحابه ولم يعاجلهم أي لم يعاجل العصاة بل أمهلهم فأمهل عصاة أمته يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم أمنة لأصحابه وأمهل عصاة أمته أمهل عصاة أمته ولم يعاجلهم إبقاء عليهم بخلاف من تقدم عليه من الأنبياء والمرسلين بخلاف من تقدمه أو تقدم عليه من الأنبياء والمصلين فإنهم أي الأقوام فإنهم الضمر عائد على أقوام الأنبياء فإنهم لما كذبوا عوجل مكذبهم عوجل مكذبهم أي بالعذاب وهذا ما يتجل في كثير من سور القرآن بالنسبة لعذاب الذي حل بهؤلاء الأقوام وضربتوا بإذن الله جل وعلا مثلا بهؤلاء في الحلقة الماضية وآتيت بصور العذاب على سبيل السرعة لا على سبيل التفصيل المهم آتي بالأدلة من الكتاب وصحيح سنة على هذا الأمان قال ربنا جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون في الأنفال ثلاثة وثلاثين أي أن الله جل وعلا بيّن أمانيني في هذه الآية الكريمة في الرقم الثلاثة وثلاثين من سورة الأنفال بيّن الأمان الأولى ألا وهو وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني قومهم ثم بيّن الأمان الثاني ألا وهو الاستغفار ألا وهو الاستغفار طيب آتي للأدلة من صحيح السنة بسرعة حتى بإذن الله جلعا نقتبس الضوء من هذه الأدلة روى البخاري في صحيح روى مسلم في صحيح من طريق أنس قال أبو جهل قال أبو جهل ومعلوم من هو أبو جهل قال اللهم إن كان هذا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك مرة ثانية أبو جهل يدعو لكنه لا يدري ولا يفقه وإن مصالحه الدنيوية غلبت عليه شقاوته فرأى الحق باطلا ورأى الباطل حقا لأن الشيطان زين له فأبو جهل يدعو فيقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون إذن اتضح الأمر بإذن الله جل وعلا للجميع بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام بين ظهرني هؤلاء فإنه أمان حتى بالنسبة للعصاء فإن الله جل وعلا يمهلهم إلى يوم القيام يمهلهم أو إلى بعد موته صلوات ربي وسلامه عليه وبين الأمان الثاني ألا وهو آل استغفار آتي إلى حديث عجيب عند مسلم والحديث الذي أتعرض له الآن من طريق أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال صلينا المغربة صلينا أي الأصحاب صلينا المغربة مع النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبو موسى الأشعري بيروي لنا بيقول صلينا المغربة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص واصلة قال ثم قلنا أي قال الصحابة لبعضهم البعض لو جلسنا حتى نصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجلسنا فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما الآن بسا جلسين لغاية العشاء أي إلى وقت العشاء قال ما زلتم هاهنا ما زلتم هاهنا سألهم يعني أنتم أخرقتوش أنتم ما تركتوش المسجد ما زلتم هاهنا قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلينا المغربة ثم قلنا نجلس حتى نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قال أحسنتم أو أصابتم أحسنتم أو أصابتم أحسنتم أو أصابتم أثر مترتب على عدة أمور أولا على بقاء في بيت الله جل وعلا فالعبد في صلاة مدام ينتظر الصلاة هذه واحدة ثانيا أن الصحابة عجول بخلاف الآخرين لذا فهم لا يعبثون ولا يبتدعون في انتظار الوقت على الإطلاق لكنهم يذكرون الله جل وعلا على الوجه الشرعي اللائقي ولهم أجر عظيم على ذلك لذا منهم من يركع منهم من يزد منهم من يذكر منهم من يتلو من كتاب الله جل وعلا إلى آخره بالنسبة للضوابط الشرعيات كما تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا أنهم أحبوا الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه لها أجر أيضا عظيم ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم أو أصابتم طيب بعد كده قال أي راوي أبو موسى الأشعاري فرفع رأسه اللي هنا رفع رأسه هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فرفع رأسه وحينما أقول فرفع رأسه إلى السماء يوم يعقل إليه وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء هذا فطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها ولذلك الإنسان حينما يدعو يرفع يديه إلى السماء فطرة أيضا فيها اتباع في مواطن أنا أعيز أركز كده كل شيء أولك فرافعه لماذا؟ في هذا رد على من قال إن الله في كل مكان بذاته نقول له هذا باطل هذا باطل لماذا؟ لأن الإنسان حتى حينما يريد أن يستدل على وجود الله أولا فإنما يستدل على ذلك بالنقل والعقل والحس والمشاهدة والفطرة بالنسبة إلى النقل الآيات كثيرات في كتاب رب البرياد بالنسبة إلى العقل ذكر الأئمة الكثيرة والكثير بالنسبة للحس والمشاهدة فقد ذكرنا من قابل الكثير والكثير بالنسبة للفطرات فإن الإنسان مفطور في أنه إذا ما دعه أو استغلت بربه رفع يديه إلى السماء لماذا؟ أنظر إلى قول الله جل وعلا مثلا إليه يصعد الكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والعمل الصالح يرفعه اثنين أأمنتم من في السماء انظر من في السماء أي على السماء أن يخصف بكم الأرض إلى آخر الآيات أيضا حينما أنظر إلى قول الله جل وعلا بالنسبة للمسيح صلى الله عليه وسلم ما أرادوا الكيد له بالصلب والقتل قال بَنْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ لو كان في كل مكان بذاته هيرفعه ليه ما يخليه في الأرض بَنْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ أيضا إن منظر إلى قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى وهي في لغة العرب بمعنى على وارتفع وصعد واستقر الرحمن على العرش استوى أيضا في حديث الجارية ونبي يقول لها صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء أي على السماء ولذلك هذه فطرة يبقى نركز جدا نقول فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع الضمر عيد على النبي صلى الله عليه وسلم وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال أنا عندي الشاهد بقى فقال أل إيه ده الشاهد النبي بيقول وعايزك تركزه معايا جدا رجالا ونساء كل يركز معايا فقال يعني بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء أل إيه قال النجوم أمنة للسماء النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد أتى السماء بالنصب هكذا أتى السماء ما توعد يبقى النجوم أمن للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد طيب وبعدين يقول وأنا أمنة لأصحابي وأنا أمنة لأصحابي زي ما النجوم أمن للسماء إذا النجوم ذهبت خلاص يأتي السماء ما توعد إذا السماء انفطرت إلى آخر بقى ما طرى وتقرأ في كتاب الله جل وعلا هنا النبي يقول وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون كذلك ما موت صلى الله عليه وسلم يأتي الأصحاب ما يعدون يأتي الأصحاب أي أنه آمنة وأنا أمنة للشاهد لأصحابي فإذا ذهبت أي توفاني الله جل وعنى طبعا والله يتوفى وعبد صلوات ربي وسلام عليه ونبي ورسول عظيم إنك ميت وإنهم ميتون أيضا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل أن قلبتم على أعقابكم إلى آخره فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون طيب وبعدين وأصحابي أمنة لأمتي وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون طبعا الحديث كما قلت عند الإمام مصدف صحيح من طريق أبي مصد شعري رضي الله عنه وارضاع فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن النجوم أمنة للسماء إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمنة لأصحابه وأنه إذا ذهب صلى الله عليه وسلم أتى أصحابه ما يعدون وأن أصحابه أمنة للأمة فإذا ذهب أصحابه أتى الأمة ما توعد يبقى لابهد وأن أقف على الشاهد وأنا أمنة لأصحابي وهذا في الصحيح في صحيح مسلم طيب أجل حديث آخر هذا الحديث من طريق عبد الله بن عمر أنا نبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف في صلاة الكسوف في الحديث أنا نبي قال ربي ألم تعيدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ألم تعيدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف وخاف الناس لأن الكسوف آية من آيات الله جل وعلا فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال بين ثنايا قوله ربي ألم تعيدني ووعده حق ألم تعيدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ألم تعيدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون عند أبي داود وعند النساء بمعنى وفي رواية لم تعيدني هذا وأنا فيهم لم تعيدني هذا ونحن نستغفرك عند الإمام أحمد وعند النساء لكن عند أحمد بالمعنى يعني بنحوة فأنا عايز أوضح هنا أن المعنى هذا هو المعنى في الحديث الذي سبق أو رواية هنا المعنى في هذه الرواية هو نفس المعنى وهذا وعد ووعد الله حق طيب أجباء القل ابن عباس قل عجيب قل عجيب قال ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما إن الله جعل قال ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما إن الله جعل في غاذه الأمة أمانيني أنا عايز نركز جدا ونستوعب اللي إحنا بالألوجي هذا نخرج بفهم ومن خلال الفهم نعلم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة الاستغفار طيب إما نعلم منزلة النبي هنتابع النبي صلى الله عليه وسلم ونتخذ قدوة فنقتدي به ونهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم طيب هنا بقى ابن عباس بيقوله إن الله جعل في هذه الأمة أمانين إن الله جعل في هذه الأمة أي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمانين لا يزالون أي الأمة والو هنا عيدة على جماعة المسلمين رجالا ونساء رجالا ونساء لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب من قوارع العذاب ما دام بين أظهرهم أي ما دام الأمران أو الأمانان بين أظهر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأمان قبضه الله إلي أمان قبضه الله إلي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله وقبض صلوات ربي وسلامه عليه فأمان قبضه الله أمان قبضه الله إلي لما أقول فأمان قبضه الله إلي لا نريد غلوا في ذلك على الإطلاق وما هجريش هذا الأمان هو المقصول به محمد صلى الله عليه وسلم قبضاه الله إليه توفاه الله وبينا الآيات بالنسبة لتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ويأبى الله إلا أن يكون العبد عبدا وأن يكون الرب ربا ولذلك في نهاية سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم لو النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الفارق أنه نبي رسول عظيم يوحى إلي يوحى إلي طيب هنا ابن عباس بقول فأمان فأمان قبضه الله إلي وَأَمَانٌ بَقِيَ فِيكُمْ وَأَمَانٌ بَقِيَ فِيكُمْ ثم تلأ قول الله جل وعلا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ إذن الأمان الباقي في هذه الأمة والذي يجب أن يستثمر ما هو؟ إنما هو الاستغفار إنما هو الاستغفار وَأَمَانٌ بَقِيَ فِيكُمْ